الحمد لله من الملاحظات في موضوع الاحتفال مولد النبوي طبعاً أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الخلفاء لكن ما اتفق المؤرخون أن الولادة كانت في الثاني عشر من ربيع الأول بينما جمهور المؤرخين كما ذكر بن كثير وبن حجر وغيره أن وفاته في الثاني عشر من ربيع الأول طيب لو كان في حفلة زواج وصارت وفاة أجلوها تحتفل بولادته وقد ثبتت وفاته فيها